تبارك الذي نزل الفلقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفع ولا يملكون ولا يملكون بوتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افترا وأعاله عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهيتم لا عليه مكرة وأصيلا كل أنزله الذي علم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لونا لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رذلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا أبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جعل لك خيرا من ذلك جناتها تجري من تحتها الأمهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيضا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعا هنالك سبورا دعا تدعي يوم سبورا واحدا ودعا سبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المبتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضل السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم ويباءهم حتى حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقها عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبروا وكان ربك بصيرا وقال الذين لا يرجون لقاء أنا لو لا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عطوا كبيرا يوم يظون الملائكة لا بشرا لا بشرا يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء ما ثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا خير مستقرا وأحسن مقينا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزينا الملك يومئذ للحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعب الظالم ويوم يعب الظالم على يديه يقول يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا عينتا يا عينتا ليتني لم أتخذ ليتني لم أتخذ فلانا خليلا وقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبيه عدو من المجرمين وكفى بربك هادي ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جلة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك وردناه ترتينا وقال لا يحتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا ولقد آتينا نوسى الكتاب واجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا الذباء إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فذمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آيات وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرسل وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا ولقد أتع على القرية التي أنطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأىك الذين كفروا وإذا رأوك أن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليظلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كن أمعام بل هم أضل سبيلا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباة وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأنا زي كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبا أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا قطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا منح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك خديرا ويعبدون من دون الله ما لا يعنفعهم ولا يضرهم وكان كافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا كل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتركى على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في زدة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا قالوا وما الرحمن أن اسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماوات بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنار خذل لمن أراد أن يذكر لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قولوا سلما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها سات مستقرا ومقاما والذين لا يدعون مع الله والذين إذا أنفقوا لم يسرقوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أسابا يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله وفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزورا إذا مروا باللغوة مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صنبا وعميانا والذين يقولون ربنا هبلنا من أسواجنا وذرياتنا قررة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صدروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حصرة مستقرا ومقاما خل ما يعبأ بكم ربي لأولى دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون نزاما شكرا